شوف البرلمان التونسي ونواب البرلمان التونسي وعين بأنهم يمثلون هذا الشعب وباش نعطيك أمثلة يا خليفة مصداقاً للي انت قلته في كوننا احنا كنا متمسكين بصلاحياتنا ونعطيك زوز من أمثلة في قانون المسئولية الطبية لوح وزير الصح بأنه باش يجيبوا قانون ورفضنا ذلك وعدينا مقترح اللي قدموه السادة النواب عدينا المقترح اللي متاع السادة النواب في علاقة بعطلة الأمومة تأكيداً على أنه البرلمان هذي ما هوش مكتب ضبط رغم اللي احنا كانت مسألة أولوية النظر هي اللي خلات القانون هذيك يتعدى رغم اللي احنا ستة شهر نخدمه على المقوانة اللي قدمته المشروع متاعه بعطلة الأمومة وجيت لهنا وتحورنا فيه ولكن ها بش نقول لك حاجة بش تعرف شخصية هذا البرلمان هما كانوا جايبين برنامج في اللول بكل فكرة متاع الحكومة هي التدرج في علاقة بأنهم يتعمل كان مع الوظيفة العمومية ولكن نحن بالإصرار متاعنا وبمقترحنا هذاك رغم اللي ينبعد النص اللي تعدى هو النص اللي جابته الوزارة بسبب قلنا أولوية نظر احنا فرضنا أنه القطاع الخاص يكون مدمج في هذا المشروع ولذلك نحن واعونا جيداً أخويا خليفة بمسؤوليتنا ونحن قلناها أكثر مرة وأنا نفسي قلت نحن لنكونا مكتب ضبط ومهما كانت الضغوطات خاصة أنه أنه الحكومة بيعة هي بتبدأ ديما تحت الضغوطات معينة كي احنا جانتنا وقت وسمعنا الخطاب وسمعنا كذا ولكن نحن نرفض أن ننصع لأي لبيات معينة نحن نشرع للشعب التونسي ونمشي لمصلحة الشعب التونسي ومبعد شأسألوك السؤال هذا يا سيوسف درشون يقول لك ما تنجم كفيش نجم تثبت لي هذا وتقول لي أنه أنا ما نشمكت الضبط والحال أنه أربعين مبادرة تشريعية ما زالت اليوم موجودة في رفوف البرلماء أثبت لي اليوم أنه بيئت المباربعين مبادرة هذا ما بشراهم في الدورة العادية لثالثة اليوم ما تروحين في إتار جلسة عامة مثل قانون مشروع قانون تجريم التطبيع مثل مبادرة تشريعية المتعلقة بالمرسوم أربع وخمسين وغيرو ميناء المبادرة خليك المجال خمق مستاش المبادرة بش ما يمشيش سؤال ده خمق مستاش المبادرة مقترح قانون تو موجود على طاولة الليجان وحيلة على الليجان وحيلة على الليجان